اشتركوا في القناة والسؤال اللي بغيت نقولك هو علاش من 2013 وانتي كتعرفي الحقيقة كتعودي لخواتتك وما تنسقش الخبار ما كتقوليش لي علاش اتخالت اخدت الزوجة ديالي من اللي كتاشفوه الغتيصاب حتو ما كتاشفوه الغتيصاب وستروه قلت لي بابا انا راني مغتاسبا وانا ضارت بيالارض حتو ما عدرتو الشيكاية دافا مزيان هاديك الوقيتاش غادي تشرح لي هاديك المودة بنين 2013 لدافا كتجي الابنة كتقول الام ديالا كتقول لها ركيتكرف صعلي اخوها مزيان انتا ما كتاش عارف الام كتسر هاد الامور في الاخر البنت جو جاتك انتا غادي تعطيني باش وجهتك البنت انتا عاديت لي المدير ديال الوكالة البنكية ديالالبانكة ديالالبانكة بلا مندق رئيسن ديالا آلو خاليد كدير بيخير عندك اخي واحد الشاك فيه مياق وعشرات المليون مياق وعشرات المليون بين قوسين في كورونا مياق وعشرات المليون في كورونا وطلو ما يمكنش مشاهدنا كرام مرحبين بكم مع نمرة اخرى كنتو اجدوا في مدينة الريباط تلقينا اتصال عند الاخ خاليد الاخ خاليد والزوجة جياله لطيفة جينا عندهم اليوم اللي منزيل والله العظيم الى القمة في الغارة بعد الميل الفائدة خاليد عنده وليدات ابنة الكبيرة حالين عندها 19 لسانة تعرضت للاغتصاب اكتر من 30 مرة منلي كانت عندها 9 سنين والغريب في الامر شكل اللي عرضه للاغتصاب ولا شكل اللي تعدالي هو الاخ ديالالطيفة اللي هو خالها خالها كان شاب صغير هاد المدة كلها الابنة كتوص الرسالة للام ولكن الام جات بين نارين اخوها واخوتها اخرين والزوج كيفاش غادي تدير الموضوع كبر في الاخير الابنة منكبرات مش هذ قالت الحقيقة لالاب تبعوا معي القصة خالد عودي القصة لالابنة ماذا نقول لك أخي هذا الاخو المرأة ديالي كانت تقريباً عايش معنا في الدار تقريباً كيدوز معنا خمسياً في الأسبوع منلي كان صغير حيث هو بينه وبين البنت ديالي سبع سنين بينه بينها تسع سنين تسع سنين بالضبط أنا بنتي مزيودة في ألفين وجوج وهو مزيودة في تلاتة وتسعين بينه بينها تسع سنوات كان التبنتي عندها عشر سنين وهو عنده وهو كبير منها عنده سبعة سنين، لذلك التحرش بها بدأت يمارس عليها، وتهددها، ولا تقول لها البابا، لا تقول لها الحد، وكذا بقى غاضي معها، بشوية بشوية كانت عندها سبعة سنين. سبعة سنين، تمان سنين، تسعة سنين، عشر سنين، لماذا أقول عشر سنين؟ لأنها من 2013 كانت عندها عشر سنين وأنا مشيت عند الطبيبة أعطتني جبات لي من السيستام جبات لي من البيتسي وقتاش جابتها خالتها للطبيبة حيث خالتها أخذت الزوجة ديالي من اللي كتاشفوا الغتيصاب لحتوما كتاشفوا الغتيصاب وستروه لماذا كتاشفوه؟ عود ليها البنت ديالي قالت لأم ديالها قالت لما ماما رايش وقع لي واش وقع لي ماما كانت معها ختاة في الدار في ذيك النار كانت معها ساقوا الخبار ذاك شي لغت ليه في الصباح خالتها زي معا نحسن نياحنا ما نقول شي حاجة خالتها دات البنيتها للطبيب دات البنيتها تقلب تدوز لها على الفرج لها داتها للطبيب الورقة اللي يجبت نمع عن الطبيب في 2013 فيها شهر 5-2013 إذن داتها في 2013 في شهر 5 ذيك الساعة كانت مغتسب عنده عشرين عام حيث هو في 2003 مزيد ورقة الشهادة للطبيب في 2013 والطبيب اللي يعطيتني ذلك الشهادة بين قوصين اللي لمشاوا عندها البوليس تأكدوا من ذلك الشهادة انتحقوا عندها عند طبيبة وفتحوا معها حوار وداروا لها جلسة وزعموا كما تنقولوا بالدريجة زياروها لقوا فعلا بأنهم قلت لهم جابوا لي البنت في 2013 وجابتها لي خالتها الفلان فلانية وكذا وكذا هذا بين قوصين ما هي المهمة التي تعلمت أن تأكدوا في الساعة وكذا ستأكدوا بالدريجة التي تعود لها بأنها تتفضل في 2013 وكذا ما تتأكدوا بالدريجة لتجذلك الشهادة وكذا أمسكتها عندما تتأكدوا بالدريجة لأنها تستروع تستروع البنت بقى صغيرة ودريتها عشرين عام عنده لا تستروع ذلك شيء ما بضياته أنا بنتي تدوز لباك عندي التاريخ بالضبط تدوز لباك كان المتحن لباك الاثنين والثلاثة والاربع نهار الاربع سلت المتحن لباك قلت لي بابا بتنظر معك نعم ابنتين قلت لي بتنظر معك مشوه شي قهوة قلت لي كيفاش تقول لبنت مشوه شي قهوة بابت ندوي معك قلت لي بابا أنا مغتاسبة وانا ضرت بيالاربع قلت لي شكون ابنتي اللي مغتاسبة قلت لي يا خالي خالي فلان بلا ما نتكروا الاسم دياله أنا تفاجأت أنا تصدمت وقلت لي وكيفاش هادية ما عودت ليتش اللي قلت لي قلت لي رف خبار ماما وخالتي ردتني للطبيب والطبيبة وهاكي ذات لي الطبيبة ما نعودش بالتدقيق الموج ما نطولش أنا السؤال لي عندي هو هاد الولد هادا هاد المغتاسب حسب الكلام ديال كنت انت اللي كبرتيه وكنت انت كدير تجارة وكدي معك اللي محالات ديال بكيبيع وكيشد وكاتصافر بيه في المدون يعني في مدية ولا تكديه معك هو واش ما عمرك حسيتي بشي حاجة ماشية في هذه العلاقة أخي ما عمرك حسيت لأن هذاك الدري أخو مرتي بحال أخوها بحال أخوها بحال أخوها را عندي شي تصاور هو البنتي عنده عامين وهو هزة هو عنده حضرات العام وهزة بنتي عنده عامين منتيني هو بحال بحال ولدي كابر معايا في الدار أخي ما صافره لالشمال ومارتيل في الصيف ومارتيل نوراتي ومشي الضهار لناس وقعهموا في البحار وذلك كايدي معايا كيي hacer معايا ومشي الثمانيام تسعيام في مارتيل كنشري ليه الحوايج دائما وخكو كأنشری ليه كنشي عندنا الدار وما من ذلك الشيء زعمال الحمد لله دعا لا توقع نتاع أشياء كاللتا تفاجأت بالغتصاب لا تفاجأت بالغتصاب لم يقدرت الإجراءات القانونية نحن عندي سؤال أخير معك في الموضوع ماذا هو السبب لخلال ابنتك تتعود لك ماذا تلدابة تتعود لك؟ ماذا أرشدها بأنها تقول لك الحقيقة؟ وهي بخبيع لك مدة طويلة لك تقول الأم هي بنتي، أنا كان أقرأ بنتي في واحد المدرسة مزيانة هنا في حسان، واحد اللي بنت معها في القيصم بنتي حكاية لديك البنت اللي معها بديك سعال بنتي عندهم شي 18 عام الباك، يقرأوا الباك حكاية لديك البنت، هذه البنت أمها، طبيبان في ثانية واقعي لما بحلقة الأم اللي في الصباح جاءت المدرسة عند بنتي هي اللي في قات بنتي ويلي شجعات بنتي قلت لك، خسكت هات شي اللي فيك بنتي رغي مردك خسكت تخرجيه هي فين جاءت بنتي، هرية واحدين قلت لك، خليت تدوزي ممتحان مع كان دك ساعة كورونا ممر ذاك الشي، بقى موش شهرين ممرات الشي كانت كورونا، قدت القراءة عن بعد ذاك اللعيبة وصلت الممتحان لي من افتاقات الموضوع يعني ازتغنهم عن ثلاثة ساعة قالت لي هنا نهاية الرحلة بين 5 من معدالين قالت لي يا ما كاينة، ما كاينة، ما كاينة وما كاينة قالت يا أخي تجلس كنفكر فلنشأت نرى كما يسطلون الناس عندي اصدقاء ديلي في المستوى اشتصرت مع واحد طبيب اشتصرت مع انز قولي خاصك تدير شكاية ديالك شوف شي موحامي مزيان ودير شكاية ديالك القانون ديالك راكي المخزن في البلاد حنا كنت يقف قانون ديالنا كنت يقف في المخزن هنا بقى مع مشاهدين الكرام هذه القصة دياله هو من يساك الأخبار عرف بأنه بنته كطار للاختصاب هنا ستبع الإطار القانوني يجب ان يشتغل عليه ونحن سيقول لي مشكلة آخر انه العائلة والإخوة دياله كيفاش سنضع له إشكالية أخرى سنشوفها معها تبعه معي خليد من يدرتي الشيكاية؟ الزوجة ديالك والإخوة دياله يجروا عليك منظرك بشي تزنقى انت وابنتك تغيرت الأمر اغنى انك مشي شخص سعادي الحمد لله ميصور كتدير تجارة ولكن القتراس كدخل في واحد لمتاها أخرى الأكثر من ذلك تخونوا لك الشيكات ولو بشي الحابس وانت ما دير وان وفاتش كيفاش؟ وده أنا من اللي درت الشيكاية ديالي وبدو بتي عيطوا لنا في الولاية من كتب 105 أنا في الولاية الأمن في حسان في الريباط بتي عيطوا لنا عيطوا لي أنا عيطوا الزوجة ديالي عيطوا المغتصب عيطوا الاخوه الكبير حتى هذوك جوا ورغبوني جوا وطلبوني هنا في الدار كانوا جوا وطلبوني بزع ما نتصالحوا منهم جوا تعيطوا لنا البوليس هم محل معجومش الحال أجدار وما يديروا مشوا بدلوا لي القفل جيت قلبيت ندخل داري هزوجة ديالي حدايا جيت بيت ندخل داري جوا وخوتها ديالي تمرتي بركوع لها مساهمية في هذين قلبيت ثلاثين في المئة ولا خمسة وثلاثين في المئة جاوجوج خوتها كبر منها أمها أمها شوية تيارة وعراء رايكة تعرف أمها جاول عندها الدار قالوا لها بدلوا القفل بدلوا لي القفل جيت بيت ندخل ومبغوش وحلوا لي كان ندق كان سمع على أدراف الدار كان سمع بنتي الصغيرة كاتبكي كان سمع ذلك وحلوا لي مش تدرت شكاية الشكاية عندي لو بتنجب دالك هي عندي درت الشكاية ديالي فيها تطرد مبيت الزوجية من فيت عند الموحمي ديال قلبيت تدير شكاية عند وكل المالك وذيك ساعة كانت كورونا درت شكاية في بارانترنت ودرت شكاية بقيت وقفة في محكامة خلوني بواحد يدخلت عندي حالة شافوني بواحد هلها هي السيرية وبابوت نتبك معهم ثلما اندخلنا نايا وماما وقفت معهم في المحكامات دخلت بواحدي بقيت ناقل درت الشكاية على برا درت الشكاية ديالي عندي هنا قادي تعطيني وحاجة ونقام معك في التجاهين تجاه ديال المعاناة ديالك في المزجل مع الزوجة والإخوة ديالا قادي نتكلمو فيها لبني درت الشكاية تعتاقله هو الأخ ديال لطيف اللي هو خال البنية تعتاقل شو اللي يوقع دب انا ما درت الشكاية لأن الاختصاب تابت عليه ومعتارف دب اواجه عندي لقدر ترغبني وشجلته قمت بتشجيل دياله تقول لي واش نعسي مع البنت حتى جوت يرغبني باش نسامح قال لي نعسي معها دوش حال من المرة قال لي ما عقلش تعتارف أمام الشهود وعندي الشهود وديت معي الشهود وديت معي تشجيل لعتارف وديت معي ورقة ديال الطبيبة يجبتها في 2013 بأنهم جابوا لي البنت والطبيبة قولت كل يغتاصب وقا امام الطبيبتها عندها محضر السيماع ديالها بأنها مرة تعتقل عند البوليس في الولايات ووز 48 ساعة عند البوليس ومشى للحبس ومشى للحبس وهم الخرين ناضوا جاوا عندي لنا للدار وما ذلك ساعة أنا مكنش في الدار نمطروض ببيت الزوجية ما عرفش نواقع في الدار جاوا عند الأخت ديالهم خربقوا عليها معي كما تنقلت لكم علاقة دلحال غمقوا عليها بالدريجة خداولي دخلوا البيت العاس عندها أعتقدهم يشي وطائق بالدها كما كتقول أعتقدهم الشاك ديالي وعطيتهم المفتح ديال سيارة ذي للدبل دبل ديل الطنيبي ديال لين عند الطنبيل لذوبل في أعطيتهم الدبل ديال السارويت واخدوا العقد ديال الزوج ديالنا واخدوا شي شيكات ديالي واخدوا شي شيكات ديالي كتيرا بزوا يمنهم الشيكات والورق ديال الداريباء وشي مو خملوا لي قاعدك شي يزود داوة داوة لعا تعتقل تعتقل مثلا نقول تعتقل اليوم داس تلتي يام عيطوا لي البنكة مور العتقال بثلتي يام ديال الأخ ديالها عيطوا لي المدير ديال الوكالة البنكية ديال ديال البنكة ديال البنكة بلا ما ندكر اسم ديالها قالوا خاليد كده يربا يخير عندك اخي واحد شاك فيه مياق وعشرة المليون مياق وعشرات المليون مياه وعشرات المليون في كورونا قالوا ما يمكنش جيت لعندول تماما لقيت الشاكة معمر ومسيني قالوا خويت شاكة درمه ديال ما ما عاطي شاكة معمرية في حياتي عدت شاك ديال المياه كانت عامل بعشرات المليون بعشرين وثلاثين واني مياه معمرية خويت ما تعاملت بمياه وماشي كتابتي وماشي السيناتور ديالي هادي اياه ديك بدأوتي يضغطو عليها باش نعطيهم التنازل ولكن تشيش كل اخداه اعطتوا الزوجة ديالك لأخ دياله وش واحد عمره هو اللي عمره هو اللي عمره انك نخدم معايا فكرة السيارة وقنا عفل كتبات دياله قنا عفل خطة دياله ممشك هاي الزوجة ديالي عطتوا الشك فارغ يعني هاد الحروبات كلها باش تتنازل هل ديك الدعوة ديالالابنة هدا ولا قصة هدا ولا كاين وهاد الكلام اللي تنقول لكم عندي فيه شهود دابا مليك تعتقل الاخور ودفعوا لي الشيك ديال مياه وعشرة انا ديك ساعة ومطروض من بيت الزوجية ما قلتش في الدر ديالي اش در ديك ساعة قلت عند الاخ ديالي اخ ديالي الكبير اسميته الحوسين قالت انا عنده انا وبنتي الكبيرة يعني هاد تسكوت على لدك شلي وقع ولا غين عملوك بهذه الطريقة ايه دابا مات قطعوا لي مليش مقايت قال السماء وتابع الاجراءات مع المغتاصيب في الاعتقال دوروها معي فلوس جابوا لي خمسة الناس في طولية هاو مكانين مستعدين يشهدوا واحد استدير التربية اسلامية لا ما بتنذكر الاسمع نذكره واحد مدير ديالابونك وجابوا لي واحد السيد خدام هنا فلاشانش ديواياج واحد رجل طيب حامل كتاب الله وجابوا لي واحد السيد عندهم طباعة وجابوا لي خمسة الناس كي يهضروا معايا وقال له واحد الاية قرآنية قال لي واحد فيهم قال لي فديتون مسلمة الى اهليها قال تقرأ قلت له كيفاش قال لي اذا بنتك وقع عليها مواقع اناعطوك واحد الطرف ديال الفلوس اللي هو عشرين مليون اناعطوك عشرين مليون والله شاهد على ما اقول وحنا صايمين وعندي الشهود على هذا الكلام كلام بالشهود باش تنازل على الدعوة باش تنازل على الدعوة اناعطوك عشرين مليون وغادين حيدوا لك الشيك قلت لك فاش غادروا تحيدوا لي الشيك متو مدفعتي وليه الشيك في حسابي كغادروا ترجعوا واش 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 احنا حكى اللعبونا وانطقوا واحد منهم مزعمة كيف هم ذاك اللي فلابونك ومع المستاشرين قال لك غاد نديروا السحم انا مع مرسم عساد المصطلح قال لي هذيك الشاكل اللي دفعناك ذي المئة وعشرات مليون اللي صيفتنا لك للمحكامة اللي هو عند الوكيل الماليك نديروا لك تنازل كان ديون جيمة عن فلادر قال لي لا ما نديروش تنازل حيش قلت له انا قلتوا ما درتوا لي التنازل على الشيك رخصني غارما ماليا للدولة فهي سبع عشر مليون قلت اعطال الدولة وخاقا اذا بنتوا ما درتوا لي التنازل خصني خلصدك خمسة عشر في المئة ليهي سبع عشر مليون ونص قالوا لي ياهو ما لا غاد نديرو لك السحم كان واحد طريقة اخرى غاد نديرو السحم قال لي راجعنا حساباتنا وتبين لنا ان خطأ وقع في الشركة بأن ميكيات واشكيناش مية عشر المليون واخر انت ما بغيتيش هدشي كاملوش نساعدك ومشيتي ودوزتي ثمانيور رعين ساعد الامن بتقدمتي عن السيد ووكي المالك اي واني قبل ما نقدم راسي خدمت دكي معاك نصرشنا مع الاخ ديالي ومع واحد السيد قال لي كلهم ديك العبادية الواخة وجمعت تشجيلات ديالهم لأن تحماي نفسي لدي شك 30 مليون من أخذ الكبير تتعب مني أخي خاليد أوريخات كلهم في أمان الله كنت تتعب من أمان الله كنت تتعب في أمان الله وكنت تقول لي في أمان الله سارة طنبيل والدفتر الشيكة والشك 30 مليون واللقص بالزوج والباسبور وعندها في ذوي انتدائ ăجون الزوجة دي اللي عطيتوا ليهم واني تحت الإكراه الأخوتي واعرين لشنعرفهم أخوتي صعاب أخوتي صعاب وحدي نشوفهم عادة بحدي دي الموضوع اجل نكمل لوحد النقطة بأنهم بغوا بغوا اعطوني الفلوس قلّو فديتون وسلامتهم يا الله بغوا اعطوني الفلوس من اللي قلت له مانا لهم شك تقدمت راسي وتعطوا لي البولي لن قلل وما مانا غدانج واحد سنننشي تخلي يوم الاثنين وانا نقدم راسي. شايت لعندو من الولاية قولوا لي اما كاين اما كاين اذا. قول اخسكا خيت بقى معانا هنا 48 ساعة. هبطت دوي السخوة 48 ساعة. وخرجت. وخرجت بكافالة. دير خمساد المليون لان اذاك ليت فعليا الشاك جا. دزنا عند الواكين المالك بلا ما نتكره اسميته واحد الواكين الله يجازه بيخار. الله يجازه بيخار. دزنا عندو في محكم البتدائية بين ريباط. دزنا انا واذاك ليت فعليا الشاك في اسميته. حي تسيبي مل اخذ الشاك. مش اعطال واحد الشركة. حي تنسيبي سيكوريتي. هو ممكن سيكوريتي دافع الشاكة 110. اجزاء اعطال واحد سيد. اعطال لذاك الشركة ديك الشركة. يلي دفعت لي الشيك بقيمة 110 مليون. هاداك من يدخل من عند الله. الله سبحانه وتعالى اسميته الحق و تشهر الحق. قالوا الواكين المالك فين اعطاك هذا الشاك فين اعطاك خليج الشاك. قالوا اعطاني الشاك جابوا لي لواحد القهوة. قالوا كتبوا قدام قالوا جابوا لي مكتوب في واحد الجوة. قلت Wellness drei سنين curl 지�سر. وهناق فلتم次بين اللغة العربية. قلت له ما شفت Derek Himura لم اراني. ولن اهتفه. ولا يهتفني تكتم السنين هذي. كان رحيد MACنزاع. هذه ثلاث سنود كان عندي معة وكان عندي معاها نزاع قديم واختاروهما باش اعطوه الشيك اعطاها الشيك حتى عارفوه عندي معاها نزاع حتى تكنسيبك نحضر معاي وحاضر هو النزاع عارف الفيلم ديالنزاع قال هذا ولا يداوي ومخلصت الكافلة وخرجت خرص كافلة وخرج وهذا كلفع الشيك غلط ازلق كمتن قلوه قلوه اشقل هو الوكيل قلو رخالي تقول لي ما تعيت لياش في التليفون وانا انا اضر قلت له باش ما اعطاش في التليفون وانا اضر قلت له مليون واحد قلوه اهلو في انتا قلوه اجي عندي القهوة وانا كنت نسدناك وانا تعطلتي وانا سيربي يعني هاد الامور فهمت ده بغى نبقى معاك انا فهمنا الامور باش تعطيني في الاخير في نوصل الملف لمعلومات اللي اسمعت انه هذا المغتصب حاليا اللي هو لازل متاهم خرج من عند قاضي التقيق هاد يرجع معك مشاهدين الكرام مجموعة من الاسئلة جد محيرة في الموضوع كينا عند الزوج ها قنشوفوه مع اختي سمعت الزوج ديالك واحد وعشرين سنة ديال الزواج الواقعة حولتوا مع امكانكم استرتوها ما قلتوا يا شتيف الاخير ابنة منك بلد جد عطار فاتلي وقتلي الحقيقة والزوج ديالك دخلوا الاخوة كما تقول الشيك دياله ولا غادي في واحد الامور تكرفصت الزواج كيفاش نحن نبقى عندنا المشكلة مع أخي وابنتي كنا نتصرنا على هذا الشي أنا وأختي وأخوة أختي ونحن ثلاثة ديال البنات تصرنا على هذا الشي هذا الله كنت السيد Muci أحصل اللي ساعت العديد أيضا الضغط ح BL وقررت أن تقولها لباباها. صافي مدكسا ونحن صافي قتالي. وقررت أن تأخذ الحق لها. وقررت إجراءته. وقعوا مشاكل. وقعوا مشاكل. وقعوا مشاكل. مقررت أن تأخذ الحق WOW. وقعوا مشاكوا مشاكل. وقعوا مشاكل حتى تجاب التأخير من وقررتها. فكرة يظهر ان تاجد العلال منじلب tuning Noru s7 itself. وقعوا مشاكل تأخذ الحق الف 존장. فلاش يمشي دي الشكيان للبوليسة؟ سوف يتقع المشاكل وقعتني مشكل دي الشكرة عود لكم أنا إلا سمحتي لي هادشي اللي عود لي هو الرئيلي عام كله يسمعوا أنا بجد أجوبة من عندك ندورك أنت كتزوجة هاد سيد منك يخرج رجلته عليها من الدار سديته عليها الباب نحتويه الزنقاء تبارك الله هو رجل دير التجارة معروف في الرباط وعندما تجد أجوبة ترغباته كنت أعطيته من الأخي وعندما تجد الأخير كانت تلاتي الأخير ما فخشفك هذا الرجل؟ أنا أبقى فيها بكثاب وأعني أتحدث مجددا أنا أبقى فيها في صراحة كذلك فهنا أمضل له لأبنتي فلقيتهم خارجين من الدار وأنه أريد أن يكون الحقيق لديهم خارجين من الدار وأنه أريد أن يكون القضي كانت نراجع نفسي وابغا يقدر حقه يعني من خويا اللي دا ذاك الشي اللي هذا انت جيت الوسط البنية ديالك تكرفصات واللي كرفصه اخوك هو داك الوضع ديالك انت الله يستر ما تبغيش لعدوك أنا متفق معك ولكن الاحساس ديالك في هذا السيد اللي هي بنت وعودت ليه والسؤال اللي بغيت نقول لك هو علش من 2013 وانتي كتعرفي الحقيقة كتعودي لخوتتك وما تنسقش الخبار ما كتقولش لي علش يا لاش خفتوا يعرى؟ خفتوا لي مشي دير شي حاجة مشي ايدي ما بقينا عزما خايفين خايفين عليه نيس هو ووقفنا وصافي ودبا من الدل القانون ما تطولي كان منينه اينا والله يسمحنا منه صافي هاد شي اللي نقول لك اللي يسمحنا منه الكلمة الأخيرة اللي غنقول لك هو أنتي قلت ليه اللي يسمحنا منه انتي ما تعرفه بالاخطاء ديالك فيه المترجم للقناة 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 يخفى علي فلان ويلا يا صاحب حسيت بالحقراء حسيت بالظلم حسيت باش حاضي نقول لك ما فهمتش إنسان دبه في هذا البلاد هذا في هذا المغريب هذا واش اللي تخصص فاطله وبنته واش خصوه يمشي للقانون ولا خصوه يخد حقوه بيده حنا بغنا نعرفه حده هو بيني وبين كيله ما مشاش للحبس خصني أنا مشي للحبس واحد فينا خصوه يمشي للحبس ما نكذبش عليك آخر باش بنادي مغتصل لك بنتك عدة مرات وتطلقتها يضع هكوك وشي تسويت قوله يتلقوه في غرفة المشورة قال لك تدورت لمحامي ديالك في هذا الموضوع مني قلت يا هاليا شنو الإجراءات اللي قالك خدي يديرتها والمحامي ما عندو ما يدير واشا نقول لك أخويا لا حوله ولا قوته إلا بالله حنا أخوة نتوقف العادلة ديالنا وحنا أخويا بلد إسلامي وهدي زين المحارم أخوة نتوقف العادلة أنا طلب من العادلة تنصفني أنا باتهم يأخذو إخوي أخي أنا طهات نتوقفهم وحنا مفوضين أشغل ذينا مفوضين وليهم إلا اخويا من اللي تلقوه زي ما تخرج ديال خرجة ما ماشية هذه ما زي ما ممكنش إنسان مغتاصب رأى الإنسان اللي اغتاصب شي بنت هي مرات واحدة رأى كيمشي للحبس فما بالك من اللي اغتصبها عدد كبير من المرات وكين الاعتراف وكين كل شي اطلقوها خاي ما نقول هي لا حوله ولا قواته الا بالله بلا ما نقول شي حويج نقول لا حوله ولا قواته الا بالله العلي العظيم خليد شكرا لك اختي شكرا لك مشاهدين الكرام ما يهمنا في الموضوع هو هاد القصة القيمة في الغرابة صراحة لانه هاد سيد وضحية ديال امور صغلها الخبار من طرف الابنة دياله والخطير في الامر ان الزوج دياله بين نارين الابنة دياله التغتصبت والطرف اللي هو مرتكب الجرم اخ دياله من اصعب الاشياء الملف حالين بيدي القضاء تنطلب الله عز وجل اتخاذ المتعين ما امكن في هذا الملف ولا قرار في الاخير بيدي القضاء مشاهدين الكرام تاريخ المواطن شكرا لكم